موسيقى النقطة الأولى كانت معاينة جسر جديد يمر عبر الواد يعني مقابل لمحطة القطارات متاع الحراش وهذا الجسر الجديد الذي سوف نشاهده في الصور المقابلة هنا راح منجز تقريب مئة في المئة لكن للأسف الشديد جسر يعتبر صغير لا يفي بالاحتياجات انتع مرور السيارات وهنا نشوف الجسر هذا بالأزرق اللي يعتبر صغير يعني لا يفي بالحجم الكبير انتع السيارات اللي تمر عبر واد الحراش خاصة انه الجسر القديم ليعود الى العهد الاستعماري اصبح في خاطر الانهيار في اي وقت اذا كارثة في التخطيط النقطة الثانية اللي زارها هي المحطة انتع تصفية المياه المستعمالة على مستوى الحراش وهذا المحطة اللي تصفي الماء قبل يعني ما صبهه في ود الحراش لكي يذهبان مباشرة نحو يعني نحو البحر على مستوى الاستيار انتع السابلات وهذا المحطة كما نشاهدها هي اكبر محطة لتصفية المياه الملواتة في الجزائر واللي مخصصة لتصفية كل المياه انتعواد الحراش لكي يصب في البحر يكون زيرو بوليسيو يكون انقي مئة في المئة المحطة الثالثة التي عينها الوالي الجديد تع ولاية الجزائر هي اشغال انتع التهيئة انتع الواد في حد ذاته واللي هو هذا المقطع اللي يعني جاي في الحراش حتى منطقة المحد مادية هو اصعب جزء في كل المشروع انتع تهيئة ود الحراش اللي فيه طول انتع 18 كيلو متر وهذا بسبب كثرة الاريزو ديفير لكل القنوات اللي تمر من المنطقة وعلى بنابل اللي كان منطقة تصفية تكرير البترول بتاع سيديرزين واللي جهة التيوات من منطقة اخرى في خروبة اذا فيه قنوات كثيرة تمر من هذا المنطقة وكذلك مشكل اخر هو مشكل مشكل النزع الملكية وكان منطقة صناعية موازية مع الواد الحراش تم القضاء عليها لان البنايات قديمة فيها مشاكل انتع التسوية انتع الاراضي المجاورة لهذا المكان اذا هذه هم النقاط الثلاثة التي تفقدهم والي ولي الجديد صبحت هذا اليوم وان شاء الله تكون يعني بعد هذا التأخر اللي عرفوا المشروع هذا ان شاء الله تكون فيها في المستقبل قفزة وفوتي تسليع الواتيرة للانتهاء من هذه المشروع لانه خاصة تنجز ادياله الواقع في مدينة الحراش والمحمدية الى كذلك جهة براقي وادو شايح كل هذه المنطقة جاية في وسط عمراني ذات كثافة سكانية كبيرة وان شاء الله تكون هذا الفضاء يكون ينتهي وانتهي اتاعه لكي يسلم الى الجماعة يعني الجماعة المدنية يعني الاسوسية السيفيل الى المجتمع كي يعني الشاب هذا يستفيد من هذه الفضاءات اللي يعني بامس الحاجة اليها في هذا الوسط العمراني المتزايد من ناحية الكثافة السكانية فضاءات مثل هذه يعني متنفس لا مبديلة منه وان شاء الله تنتهي الاشغال في هذه المنطقة لكي تسلم كما قلنا للمجتمع وللانسان الجزائري نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم